صوت يدعو لليقين رسالتي الى الناس وليسمعها القاص والدان من معلمي روحي له الفدى يقول في هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد وكذلك قال فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين وقال كذلك الله هل ينظرون الى ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض ايات ربك يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها ان لم تكن امنت من قبل او اكتسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا اننا منتظرون وقال في محكم كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وقال وما نرسل بالايات الا تخويفا ويأتي بعض ايات ربك هو الامام الحج هذه الاية التي ستأتي انتظروا يقول الامام نحن انا منتظرون ويقول في محكم كتابه عز من قائل سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذو المعارج تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة فاصبروا صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ويقصد الامام الحجة بن الحسن يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعن ولا يسأل حميم حميمها اليوم تنتظرون انتم اعجازا بعد اعجاز ومشكل في هذه الدنيا بعد مشكل بخطاب الله يا ايها الناس اتقوا ربكم اي اتقوا الامام الحجة ان زلزلت الساعة شيء عظيم اي خروجه لكل الناس لان قبل الخروج الان الكورونا اجت لكل الناس الصيني يقول انا ما فعلته الامريكي يقول الصيني وزارة الصحة العالمية يقول هذا منتج غريب ما تقدر الدول تصنعه احنا ما عدنا لغط بهذا هذا مثل الزلزال مثل الطوفان مثل الصواعق كلها يقولون الطبيعة سوتها هذا الطبيعة وهذا الكون مؤتمر بامر يأمره بامر من سألت معلمي قلت لي شنو اني جاعل قال لي لا يا ابوية الامام الحجة مو الخليفة كل مرة ترد تثولتني قلت للعد منه قال الذات الالهية الامام الحجة الذات الالهية كان محمدا عنده حرفين من العلم وعلي عنده حرف نص وهكذا اهل البيت ولكن الامام الحجة عدة ثلاثة وسبعين حرف قال هذا الفرق اللي ما يعرفون الناس بزمن رسول الله لم يعبدوا الله وفي زمن علي لم تذناله الوسادة وفي زمن الحسين قتل ولم يتمكن من فعل شيء الا هذا الدم اللي احنا مستفادين منه وهو الشمس الواضحة لظهور الامام الحجة يقول الامام اذا اتى هو المنتقم مؤيد بالرعب بالملائكة بالجن بالسماوات كل شتحت ايده يقول هو يقول الانبياء جواه عيسى موسى يوشع ومنوا تريدونه ادريس سليمان كلها خدم عنده ولذلك الامام الصادق يقول يا ليتني كنت في حصره لأكون خادما الله